اشتركوا في القناة في ساعات ما بعد الظهر بده ينتقل لبرج الأسد يعني في عنا خلوم مسار وعنا انتقال للمنازل وعنا زوايا بالنسبة للقمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و7 دقائق من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما انه الآن موجود في برج السرطان معناته من ظل نشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جوه من الامان انه لا احبائنا من من اللي عمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدمع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها في الفترة هاي او خلال هاي الساعات من الآن لغاية ساعات الظهر بوسعنا شراء عقار او استيجار عقار او ترتيب وضع لا امور الها العلاقة بسكن تجديد صيانة تصليح شغلات زي هيك زرعة نبتة او شجيرة او حفلة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها ثلاث ايام يعني من اليوم 14-11 ولغاية 16-11 ذروتها يوم 15-11 ساعة 2 و27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتزيد من حدة التفكير والذهن والحدث وقدرتنا على النقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريع او اتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو طبعا اليوم اخر يوم لتأثيرات هاي الزاوية وهاي الزاوية بتظل بتخلق لدينا جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها بهاي الفترة بتتدعم اكثر فاكثر وبتتعزز اكثر فاكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية وتاثراتها لغاية يوم 17-11 هي زاوية ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وعادة عند حدوث مثل هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بسهل اقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقدوا للمرونة في التعامل كذلك هاي زاوية بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالي لدى العاملين في المجالات ذات الصلة بذلك يعني مثل الفن والديكور تجميل اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي برضو تاثيراتها اليوم اخر يوم لالها بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حوله دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تاثيراتها لغاية يوم 18-11 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية السلبية وهي التربيع بين المريخ وبين نبتون واللي تاثيراتها لغاية يوم يعني منقدر نحي 26-11 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمهم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانهم ممكن يتناولوا ادوية بطريق الخطأ بدل هاي الزاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او حرائق او اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد واليوم اخر يوم برضو لتأثير هاي الزاوية هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وما بين اورانوس اللي تأثيرتها لغاية يوم 16-11 هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجهة في حكومي ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل وهي اغلبها مع القمر او كلها مع القمر رح تكون طبعا اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين عطار تأثيراتها بتبدأ من الان ولغاية ساعات الظهيرة هاي الزاوية بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو وهي ضرورتها ساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها برضو من الان ولغاية ساعات الظهيرة تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وذرورتها ساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وابدعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وطبعا هاي الزاوية ذرورتها ساعة عشرة واربعين دقيقة ما قبل الظهر طبعا هاي الزاوية زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة عشرة واربعين دقيقة ما قبل الظهر بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة اتناش وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر لا يستقر القمر بعديها في برج الاسد هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او قطوبة او زواج او شراشي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة اتناش وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بيكون خلاص انتقل واستقر في برج الاسد عشان هيك بصير الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا تقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة او تحلي بالشجاعة ارتداء ملابس انيقة بتلفة انتباه الاخرين لا النا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الان ولغاية ساعات الظهر عنا المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب السفاق طبعا هدولا الاكثر حساسية لغاية ساعات الظهيرة فلازم نوفرلهم العناية الاضافية اما من ساعات ما بعد الظهر بصير عندنا القلب الشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدولا بصيروا اكثر حساسية من ساعات ما بعد الظهر فبنا نوفرلهم ايضا العناية الاضافية خلال هذا اليوم طبعا ما لا ينصح باجراء العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها خلال قبل قليل يمكن اجراء الفحصات او اجراء علاجات لهاي الامور ولكن كجراحة اذا ما كانت ابطرارية ما مننصح فيها بالنسبة لعمليات الجراحية للأعضاء الاخرى ما فيه اي مشاكل الا في فترة خلو المسار ما مننصح اما باقي العضاء فما فيه اي مشكلة بالنسبة لعمليات التجميل نفس الشيء مناسبة جدا ولكن في فترة خلو المسار ما مننصح عمليات التجميل اي ام كان جراحية او حقن او بشرة او اي شيء هذا اليوم يصلح لازالة الشعر الزايد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل لبرج الاسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء ستاش احداش بيبدأ يعني يوم الاربعاء تمام الساعة احداش وخمس وخمسين دقيقة مسام بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اي صباح اليوم الخميس ساعة واحدة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره عشرين يوم في تمام الساعة خمس وواحد وثلاثين دقيقة مسام بتوقيت جرينيتش بصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير خمس وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة مية في المية القمر في برج السرطان ودي انتقل لبرج الاسد ورح يظل في برج الاسد لغاية يوم سبعتاش احداش هو سعيد الان بنسبة مية في المية في ساعات مساء اليوم بصير سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في العقرب حتى يوم سبعتاش في احداش سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم ستعاش احداش سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة يعني من الآن لغاية ساعات الظهر أهم مش أنكما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وحاولوا أنكوا تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام في بعض الضغوطات اليوم ولكن مش هالشيء الكبير يعني بالعكس في إيجابية أكثر على مستوى البيت والمناسبات العائلية والتقارب العائلة في نوع من أنواع الارتباط المهم اللي ما بيجوز الفشل فيه وفيه مصاريف منزلية في ساعات ما بعد الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات والجو بصير عاطفي قوي جدا وأيضا ممكن التقرب من أحد الأبناء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات يعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وطاقة جسدية بتقدروا تدافعوا عن مبادئكم ولكن بتكونوا تدافعوا بليوني ودبلوماسية وتنتبهوا كثير لكلامكم مع اساس أنوا ما تنفهموا بطريق الخطأ طبعا اليوم يفي بعض الأمور اللي ممكن من خلالها تتخذ بعض القرارات المهمة أما من ساعات ما بعد الظهور بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي أو تنشغل ببعض الأمور العائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن لغاية ساعات الظهيرة بتظل الفرصة ممتازة جدا لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات بعضكم بميلة التفاوض والمساومة وممكن تنشطوا برحلات أو اتصالات أو تنجزوا بعض الأمور أو تناقشوا بعض المسائل ولكن بتكونوا تناقشوها بهدوء في ساعات ما بعد الظهور هنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والامتحانات والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات الأجواء بتصير إيجابية أكثر وداعم لإلكم أكثر فأكثر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بظل النشاط والحيوية والقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم هي اللي مسيطرة عليكم عندكم طاقة كبيرة أهم شيء أنكم ما تترددوا باتخاذ القرارات أو فرض وجهة نظركم أو النقاش أو حتى المطالبة بحقوقكم ممكن تحقق انتصار أو تظهر اليوم بعض المزايا الرائعة اللي بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها طبعا من ساعات ما بعد الظهور بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بالوضع المالي مثل ضبط الميزانية أو المشتريات أو المصاريف أو ترتيب فوتير أو تحصيل بعض الأموال تعتبر فترة ممتازة جداً ولكن بدكوا تحرصوا على مالكم من الإسراف أو الضياع أو السرقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب رح يظل مسيطر عليكم مش بالقوة الهائلة ولكن بظل في نوع من أنواع الإرهاق أو التعب أو التقلب المزاجي أو هيك بتحس بنوع من أنواع الخمول وعشان القمر لسه موجود في بيت المتاعد فحاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة حاولوا أنكم تكونوا هادئين باتخاذ القرارات لا تنتظر جواب لأنه ممكن الظروف تكون فارغة أو الأجواء ما تكون بالشكل اللي أنت بالدكية فحاول قدر الإمكان أنك تأجل كل الأعمال الضرورية لساعات ما بعد الظهر لأنه من ساعات ما بعد الظهر القمر بصير موجود عندنا بالأسد أو عندكم كمان فعشان هيك بتمتلقوا بالنشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات بشكل بيناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بيظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم من الآن لغاية ساعات الظهيرة ولكن بدأت الطاقة عندكم تنزل شوي شوي ولكن بظل النشاط الاجتماعي ولقاء الأصدقاء وأشخاص ممكن اليوم منكم يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن تجنب انتقاد أي شخص بظل في نوع من أنواع الفرص الممتازة لحشد التأييد والدعم من الآن لغاية ساعات الظهيرة وهذه الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو طلب التأييد انت بتملك القدرة على التواصل البناء والضروري وحشد الدعم أما في ساعات ما بعد الظهر القمر بصير وصل البرج الأسد اللي هو بيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباع أكثر لصحتكم أهم شيء ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها تعتبر فترة ضاغطة فيها نوع من أنواع السلبية وتعتبر فارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم من الآن لغاية ساعات الظهيرة ويعتبر هذا اليوم أو من الآن لغاية ساعات الظهر من الأيام المناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو اللي بيعملوا ممكن يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين وبتحمل لك هاي الساعات يعني حل مسألة شخصية اللي كانت تسبب لك بعض القلق أو العب أما من ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح ينتقل هنا ويصير في بيت العلاقات الاجتماعية فهونا التركيز بصير على الأصدقاء المناسبات الاجتماعية النشاطات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والنشاطات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد الأجواء داعمة لإلك بقوة طبعا هاي التأثيرات رح تضل من الآن لغاية ساعات الظهيرة أهم شيء تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرحوا الانفراج الانفراج هذا بيكون مسألة ضاغطة وتعتبر فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن تكون حذر من المتاعب والوعكات الصحية أما من ساعات ما بعد الظهر بصير التركيز كله على المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعزيز العلاقة مع المسؤولين وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكم في ضبط شونكم المالي المشترك ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض وبإمكانكم تسار على تصحيح الأقطاء واستعادة ثقة الآخرين من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر أو خلينا نكمل لغاية ساعات الظهر بظل في نوع من أنواع الاهتمام بالمسائل المالية أهم شيء أنك ما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وما تتهرب من واجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بالسفر بالاتصالات البعيدة بالتعامل مع الأجانب بالنقاشات بالحوارات بالدراسة الجامعية ولكن أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم من بعد الظهر بصير نشط والحضوض بتصير أكبر فأكثر برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاءكم شركاء العمل أو العاطفة أو ما بينكم بين الأزواج طبعا هذا من الآن لغاية ساعة الظهيرة وتعتبر هذه الفترة ما زالت فيها بعض التوتر أو طاقتك ضعيفة فيها فحاول أنك تبعد عن المشاكل ما تتخذ قرارات ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين لبعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد أما من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات ولكن حاولوا أنك تنجزوها بدقة حتى لو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية الأمور إيجابية ودعم لإلكم وخصوصا كل ما اقتربنا من ساعات الظهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بضل التركيز على أمور العمل والصحة فممكن تجدوا بعض تراكم العمل عندكم أو بعض التعب الصحي أو الاهتمام الصحي أو إجراء بعض العلاجات أو المراجعات الطبية حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر اليوم لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر عندكم المسؤوليات والالتزامات على أنواعها أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن القمر بصبح مقابلكم تماما فعشان هيك بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر الأحباء أو شركاءكم بالعمل أو شركاء العاطفة فعشان هيك بتكونوا تحاضروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما تضخموا الأمور حساسيتكم عالية وطاقتكم ضعيفة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحبها ومتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعة الظهيرة حاولوا تفاهم وجهة نظرهم أو حاولوا إنكم ما تبالغوا في طلباتكم منهم ابتحل تفلوا بإنجاز أو بانتصار أو بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر أو ممكن بعضكم يبدأ بعلاقة عاطفية أو يعزز علاقاته العاطفية أكثر أو اهتمامه بأحد الأبناء وتعتبر هاي فترة مثمرة فيها كثير من الانشغالات والتحركات الحظ بيدعمكم وفي نجاح وفي تقدم أما في ساعات ما بعد الظهر هنا التركيز كله بصير على العمل وعلى الصحة فبتكت تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه يعني الوضع الصحي مش خطر جداً أو في خطر ولكن بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تمر عليكم وبرضو في مجال العمل ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء سبحانك اللهم على هذا ما أعلم سبحانك اللهم يجب عليكم أشهد أن ترشد الأوام سبحانك اللهم يجب عليكم اشتركوا في القناة